المشروع الذي بدأ حلماً أصبح حقيقة واستخراج النفط الثقيل باستخدام الطاقة الشمسية سيبدأ فعلياً في مطلع العام 2017 بعدما حقق النموذج التجريبي نجاحاً فاقت توقعات في عدة التقنيات للصرافة المبعزة للنفط أحدها استخلاص الحراري المعزاسي الآن مشروع المرآة مع شركة ترمية نفط عمارة سيكون أكبر محطات طاقة الشمسية في مجال نفط الغاز في العالم المساحة التي سيأخذها المشروع هو تقريباً 3 كم مربع ما يساوي تقريباً 360 ملعب كرة قدم المرآة تقوم بتركيز ضغط أو شعة الشمس تقوم بتركيز ضغط على أنبوب هذا الأنبوب يحمل الماء الذي يتم حويله إلى البقارة تقني جداً بسيطة لكن ذكية وتعرف أن البيوت السجاجية هذه أيضاً هي معرضة للأتربة فبالتالي دراح عشان تحل هذه المشكلة عندك نظام غسل البيوت السجاجية طريقة أوتوماتيكية ففي أجهزة تروح وتغسل لك البيوت السجاجية هذه تقليد بطريقة متواصلة بحيث أنه أنت تقلل من أي نواسج سلبي لتراكم الأتربة على البقارة الذي كان يتم استخدامه لتوليد الطاقة عشان أنه تحول الماء إلى الأخرى الآن تم توفيره وهذا الآن موجود للسلطنة تستخدمه في أمور أخرى مشروع المراحل هو عدة مراحل المرحلة الأولى تم فيها تسوية الأرض بدأنا عملية تشهيد البيوت السجاجية تم إنتاج أول بقار في ربع الأول 2017 طبعاً قدرتنا على هذا لأنه طريقة التي نبني فيها هي طريقة مرحلية كل مرحلة تنتهي نقدر نمتز منها البقار فأنت راح تبني وحدات في الطاقة الشمسية هذا أول شيء راح يفعل عندك تأكير على الناتج المحلي الاقتصادي دون أن كل هالفلوش راح تنصرف أيضاً راح تقوم بتوظيف ناس لبناء المشهور ولكن الأهم من أنه فقط توظيفه هو بناء القدرة في هذا المجال اشتركوا في القناة